يا مساء الخير ويأهلا وسهلا بكل أهلوية ومبروك فوز غالي في توقيت مهم جدا جدا حالوة البدايات زي ما بيقول أو على رأي الهضبة حقيقة يمكن بداية موفقة جدا 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 على كل المستويات ومكاسبها تتعدى وتتخطى بكتير جدا تحقيق الفوز خارج الأرض في انطلاقة مشوار النادي لأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا على اتحاد المونستيري ليه بقول إن التوقيت مهم؟ لأن الحقيقة التوقيت والظروف كانت مثالية جدا أنك تحقيق الفوز خارج أرضك على منافس قوي في بداية المشوار أو في بداية الظهور الرسمي لمارسيل كولر كمدير فني طبعا لعب ثلاث مطشوات لكن ما شفناهوش وما شفناش الأهلي معاه وكان مهم جدا أنك أنت تاخد الدفع المعنوية دي كمدير فني بتلعب مباراة صعبة في بطولة هي الأصعب على مستوى وشركات النادي الأهلي في مباراة خارج أرضك مع منافس محترم خد بالك لأنه أنا سمعت نغمة فكرة أنه الاتحاد المنستيري مطلعش هو الاتحاد المنستيري اللي إحنا كنا فاكرين لا أنت بتلعب مع وصيف الدوري التونسي والدوري التونسي واحد من أقوى الدوريات في القارة والبطولة الحقيقة التونسية والممثلين البطولة التونسية في الدوري الأبطال دايما فرق مرشحة ودايما فرق بتلعب على البطولة فبالتالي عشان تظهر بالمظهر ده والقصة مش قصة الفوز بس لكن قصة كمان الأداء والشكل والروح والرغبة في تحقي الفوز لغاية الثانية الأخيرة وقصة تشكيل وتفاصيل لعب عليها مارسل كولر بتقولك أن المدرب ده واحد نمرة واحد كده بسم الله الرحمن الرحيم مدرب فكره هجومي مدرب بيعتمد أو بيفكر أنه يلعب كرة حلوة كرة على الأرض بيبني دايما الهجمة من البدايات من تحت خالص واختار متولي وعبد المنعم وكان اختيار موفق جدا وتغييراته حتى رغم أنه المباراة برى الأرض وبتقرب من نهايتها لكن تغييراته هجومية وده بتعكس أن الرجل عنده رغبة في تحقي الفوز حتى لو كان بيلعب برى أرضه على مستوى اللعيبة أنا بعتقد أنه الأهلي حقق مكاسب كبيرة جدا 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 مبارح أولها محمود متولي اللي بشوف أنه ما خدش حظه من الإشادة بالمستوى والعودة القوية جدا اللي قدامها في مباراة مبارح وراهن على السيزن ده ربنا بس يحميه ويكفيه شر الإصابات راهن جدا جدا على متولي أنه يكون من أفضل المدافعين وأنه يوصل حقيقي ويستحقها أنه يكون مدافع أساسي في منتخب مصر عبد المنعم المهاجر واللي كتير من جمهور النادي الأهلي وفيه ناس بتسأل كتير أوي هو أي سر تقلق عبد المنعم في تسجيل أهدفه خصوصا في المباراة الصعبة وخصوصا في المباراة اللي برى الأرض عملها كتير مع منتخب مصر عملها كتير مع النادي الأهلي وعملها مبارح في تونس واللي كتير من الناس ما تعرفوش أنه عبد المنعم أساسا مهاجر أيوة عبد المنعم أساسا بداياته ومركزه الأصلي كان مهاجر لكن طبعا هو واحد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية في الوقت الحالي واعتقد أنه قادر مع تطور مستوى برضو الحقيقة يكون واحد من العناصر الأساسية في منتخب مصر أكرم توفيق مكسب كبير جدا أكرم توفيق الحقيقة بعودته حتى وإن كان لم يستعد كل مستوى أو القدرات العالية لكن ظهر بشكل أكتر من رائع أكرم لحقيقة قلب الأسد الحقيقة يمكن إنبارح الحقيقة تطمننا بشكل كبير جدا على جهازيته عشان يكون واحدة من الأوراق المهمة جدا في الفترة الجاي برونو سافيو كل اللعيبة كانت نجوم أنا مش عايز أقلل من حد لكن أنا بقول اللعيبة اللي لفتت نظر أو اللعيبة اللي تقول أن ظهورها مع النادي الأهلي في التوقيت ده كان مكسب كبير علوله نجم فوق العادة ديانج سلية بشادي حسين عبدالقادر وإن كان عبدالقادر ليه وهقف طبعا مع نجمنا وضفنا النهاردة كابتن حشيش لأنه عبدالقادر من ساعة ما رجع الأهلي مرة تانية وأنا رهنت عليه شخصيا أنه قادر يكون أفضل لاعب مصري في السنوات اللي جاي لكن محتاج شوية رتوش لعيب عنده كورة عنده فكر عنده تحرك أكتر من رائع لكن يعني نقص شوية حاجات كده توصله لحتة يمكن موصل لهاش حد في السنوات الأخيرة